اشتركوا في القناة البرنامج سماحة العلامة محمد الحسون وهو خبير في التراث الإسلامي حياكم الله سماحة الشيخ سماحة الشيخ الكريم أهلا بكم مجددا ونحن في أجواء الاحتفال بذكرى ميلاد الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم نريد أن نخصص هذه الحلقة وإن شاء الله الحلقة القادمة ونفتش معكم في التراث الإسلامي عموما سواء مدرسة أهل البيت عليهم السلام أو المدارس الإسلامية الأخرى عن مسألة الإمام المهدي من جوانب متعددة بهذه المناسبة أيضا نقدم وإن كان المناسبة هي في 15 شعبان أيضا نقدم التهاني والتبريك لكم للأمة الإسلامية جميعا لمراجع العظام بهذه الولادة المباركة والركن الأول من هذا الحلقة أو المحور الأول عن فكرة الإمام المهدي أو الدولة المهدوية هل هذه الفكرة هذه النظرية هي من مختصات مدرسة أهل البيت عليهم السلام فقط أم يمكن أن نجدها في مدارس أخرى مدارس إسلامية أخرى تفضلوا سماحتكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله يا جمعين أبي القاسم محمد اللهم صلي على محمد وعلي محمد قبل أن نجيب على هذا السؤال هل أن الفكرة المهدوية أو العقيدة المهدوية هل أنها من مختصات مدرسة أهل البيت عليهم السلام فقط أو هناك من المذاهب الإسلامية الأخرى من يعتقد بهذه بهذه الفكرة بهذه العقيدة أو حتى أصحاب الديانات الأخرى هل أنهم يعتقدون بها أو لا لابد بداية أن نبين أو نعرف ولو بشكل مختصر ما هي النظرية المهدوية جميل أو ما هي العقيدة المهدوية نعم فإذا عرفنا ما هي العقيدة المهدوية ما هي النظرية المهدوية ما هي المسألة المهدوية ثم بعد ذلك نأتي وننظر لأنها من مختصات مدرسة أهل البيت كما يتعي البعض أو لا هناك من المذاهب الإسلامية الأخرى من يعتقد بها نعم أيضا جميل بشكل مختصر إذا أردنا أن نعرف القضية المهدوية أو العقيدة المهدوية هي أنه يخرج في آخر الزمان شخص يملك الأرض يملك كل الأرض يقضي على الظلم ويطبق العدالة بين الناس جميل يملك الأرض قصطا وعدل حينما تمتلئ الأرض أو حينما يكون الظلم كثيرا فعند ذلك يسف ويخرج هذا الشخص ماذا يفعل؟ هذا يملك الأرض نعم يعني يكون حاكما على كل الأرض ثم أنه يقضي على الظلم المنتشر ويطبق العدالة بين الناس وفي زمانه وفي زمان حكومته يعيش الناس في آمن وعمال ورفعية لا ظلم لا قتل لا استغلال لا عبودية للآخرين أو حسب تعبيرنا نحن حسب تعبير الشريعة الإسلامية أنه يطبق حكم السماء في الأرض يعني يطبق حكم السماء بشكل كامل يطبق الشريعة الإسلامية بشكلها الكامل يعني يملأ الأرض عدلا كما ملأ الظلما كما ملأ الظلما وجود نعم الآن في كل أنحاء العالم هناك ظلم نعم هناك يعني اعتداء على الناس هناك ظلم بكل أنواعه القاتل الرجال يقتلون النساء يقتلون نعم معنى الأطفال يقتلون هناك اعتداء على الأعراض هناك نعم يعني لا توجد منطقة الآن إذا ما يوجد فيها ظلم ويوجد فيها ظالمون بل هناك في كثير من البلدان في حاكمة ظالمة تعتدي على الآخرين وهذه الفئة تعيش على ظلم الآخرين يعني الأكثرية من أبناء الشعب هم ناس مظلومون هم مغلوبون على أمرهم وهناك طبقة قليلة حاكمة هي شنو؟ التي تتصلب ظالمة بل هناك مجموعة لعلوا من الأثرياء الذين أثروا على حساب الطبقة العامة من الفقر أخذوا حقوقهم ظلموهم سرقوهم قتلوهم هذا الظلم الموجود الآن في كثير من بقاع العالم ولعله لا توجد الآن منطقة لا يوجد فيها ظلم هل هذا الظلم سوف يستمر إلى ما لا نهاية؟ هل أن هذا الظلم سوف يستمر إلى قيام الساعة إلى قيام القيام نقول لا القضية ليست كذلك وإنما يأتي يوم على البشرية على الكرة الأرضية تتخلص من الظلم وتتخلص من الظالمين والناس يعيشون حياته في آمن وآمان وحياته إذن القضية المهدوية أو العقيدة المهدوية بشكلها العام وهذا تعريفها جميل هذه هذه الفكرة أنه يأتي يوم أن البشر يعيشون في حالة عدالة والظل قد يقضى عليه والناس يعيشون في حالة آمن وآمان هذه تعتقد بها كل البشر ليس فقط كل البشر ليس المذاهب الإسلامية فقط كل البشر ليست فقط كل الأديان والمذاهب بل حتى الذين لا يؤمنون بخبر السماء أيضا يؤمنون بهذه النظرية بهذا الشكل بوجود مخلص عالمي أحسن بهذا الشكل لأنه الظلم لا يستمر يأتي يوم الناس يتخلصون من الظلم ويعيشون في حالة سعادة وماذا سعادة نعم ورفعية الكل متفقون ولكن الاختلاف في أي شيء الاختلاف ماذا الاختلاف في الجزئية المسلمون الآن من الشيعة والسنة يعتقدون بهذه الفكرة بفكرة ماذا المخلص نعم الإمام المهدي الشيعة سواء كانوا من الإمامية الاثنى عشرية أو من الزيدية أو من الإسماعيلية يعتقدون بفكرة الإمام المهدي سلام الله يا عدد المذاهب الإسلامية الأربعة هي الحنفية والمالكية والشافعية والحمبلية كلها تعتقد بفكرة الإمام المهدي تعتقد بهذه الفكرة المنجي والمصلح وهو المهدي المسلمون حتى المذاهب العقائدية ليس المذاهب الفقهية الماتريدية العشعية المعتزلة هذه قضية عقائدية بل حتى أن المشيحيين يعتقدون أيضا بهذه الفكرة يعني يعتقدون بأنه يأتي يوم ويخرج إنسان ماذا و نعم يعني يقضي على الظلم وعلى الظالمين وكذلك وحتى الذين لا يؤمنون بخبر السماء الذين لا يؤمنون بخبر أيضا يؤمنون بهذه ماذا بهذه النظرية بشكل ولكن الاختلاف في أي شيء الاختلاف في الجزئيات وفي المصاد من هو هذا الشخص الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعطلا كونها لك الاختلاف هل هو ولد أو لم يولد ولد وغاب كما نعتقد نحن وكما يعتقد بعضه أعلام المذاهب الإسلامية الأخرى نعم ولد وغاب وهذا الشخص متى يظهر وكم يحكم وكيف يحكم وكيف يقاتل ويقضي على الظالمين نعم هذه المسائل الجزئيات فيها نقاش فيها بحث بل ترد علينا نحن المسلمين ترد على يعني ترد على عقيدتنا بالإمام المهدي بعض المذا يعني الأعداء يثيرون بعض الشبهات أنتم تقولون بأن الإمام المهدي يخرج من مكة يخرج من بيت الله الحرام ثم أنه يملك الأرض وطبعا يحصل قتال ويملك كيف يقوم الإمام المهدي ويقاتل وكيف يقضي على هذه الحضارة أو هذا التقدم التكنولوجي وهذه الأسلحة المتنوعة كيف يواجهها الآن موجودة في العالم سواء كان في العالم الغربي معسكر الغربي أو المعسكر الشرقي سواء كان بالصين في أوروبا في أمريكا أنتم تقولون بأن يعني هم يقولون هكذا يقولون بأن شخص أعرابي شخص يعني بدوي وهو يخرج من يعني نعم من الحجاز يخرج من مكة ويطلعون ويها مجموعة 313 واحد من القادة وبعض الأنصار من مكة كيف يحتل أمريكا كيف يحتل أوروبا كيف يقاتل هذه الدول العظمى وهي تمتلك هذا النوع من الأسلحة مو فقط طائرات كل شيء ترسانة ضخمة أسلحة ذرية أسلحة نووية أسلحة بايولوجية هذا التطور اللي موجود الآن بالسلاح في الغرب والشارق كيف هل يقاتل بالمعجزة حتى يستطيع أن يقضي على هذه القوات المسلحة وهذا الكم الهائل من الأسلحة وهذا النوع المتطور من الأسلحة وهو يخرج من نعم الحجاز كيف يقاتل يقضي لك عندهم نووي وعندهم بايولوجي هو معده نووي وبايولوجي نعم أو لا يقاتل بالمعجزة أو هناك طبعا هذه كلها عليها نحن عجوبة نحن نجيب عليها نعم نعم وهناك من يقول بأن أن هذا تطور قد يذهب وأنه يعني يرجع الناس نعم كما كانوا نعم سابقا الشيعة شيعة أهل البيت والكثير وشيعة أهل البيت وبعض أعلام المذاهب الإسلامية يعتقدون بأنه ولد وأنه غاب وهو المهدي وهو من فلد فاطمة وهو ابن الإمام الحسن العسكري نعم أكثر أعلام المذاهب الإسلامية يقولون بأنه من قريش وهو من بني هاشم ومن أبناء فاطمة إلا أنهم يقولون بأنه لم يولد وسوف يولد ماذا؟ في المستقبل المسيحيون يؤمنون بهذه الفكرة بشكل عام ولكن يقولون من هو المنجي ومن هو الذي يخلص نعم الناس ومن هو الذي يطبق العدالة هو النبي عيسى بن مريم سوف يأتي ويعود وهو المهدي الذي بشرت به العديان ماذا؟ العديان السماء وحتى الذين لا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بخبر السماء ولا يعتقدون بالله أيضا يعتقدون بهذه الفكرة لكنهم لا يعينون شخصا من هو هذا الشخص؟ بل يعتقدون بالدولة الفاضلة وأنه في يوم من الأيام سوف الظلم سوف يزول والعدالة سوف تسود بين الناس والناس يعيشون في أمن وأمان والذين هم يعني يعبرون عنها بالدولة الفاضلة أما من هو هذا الشخص الذي يقوم بهذا العمل والذي يقضي على الظلم هم لا يحين إذن هذه الفكرة بشكلها العام فكرة المهدوية هي ليست من مختصات مدرسة أهل البيت ويخطئ من يقول بأنها من مختصات شيعة أهل البيت بل هي نظرية عام يؤمن بها كل يؤمن بها كل البشر ولكن يختلفون ماذا؟ يختلفون في الجزئيات ويختلفون في المصاديق ويختلفون كيف يحكم ومتى يظهر ومن هو أما أصل الفكرة ماذا؟ موجودة عند الجميع يعتقد بها مولانا العزيز يعتقد بها الجميع لكن شو يقدمها العلمانيون والذين يشتغلون في بث الشبهات ضد الدين الإسلامي بل ضد الديانات السماوية بشكل عام يقولون أن فكرة المخلص هذه أتت ناشئة من حالة نفسية شعوبية عندما كان في السابق ظلم على الناس والناس لم يستطيعوا أن يتخلصوا من هذا الظلم فأتت فيهم هذه الحالة النفسية من باب أنه اخترعوا لأنفسهم لا يهم منهم بماذا يفسرون لكن نقول بأنهم يؤمنون بهذه الفكرة كما يؤمنوا بها أصحاب النظرية السماوية أدري أما هم مثل كيف يفسرونها لماذا نشأ لك بحث آخر أما لا يستطيع أحد أن ينكر صحيح هذه القضية فهي يقولون أن الديانات وهي ليس السماوية في الحقيقة إنما مخترعات بشرية يعني تأثرت بهذا الفكر القديم فهذا فكر قديم يعني وجود المخلص في آخر الزمان فمن هذا الباب لكن في مجاله يبحث أحسنتم مولان العزيز نذهب إلى فاصل ثم نعود أيها المشاهدون الكرام نذهب إلى فاصل ثم نواصل فابقوا معنا يا قارئ القرآن ألف تحية قل لي بربك أي باب تقرأه يا قارئ القرآن ألف تحية قل لي بربك أي باب تقرأه يا قارئ القرآن رتل واتقي فالرب يجزل والقراءة تشفه يا قارئ القرآن رتل واتقي لك في رحاب الله عيش أمده واشرح فؤادك بالكتاب وذعبه في دهرنا ولك المكان أرفعه فالعلم نور انتصار عثيبة والجهل مرور الدهر لا يتجرعه والنفس فيه روض الكتاب سعيدة والعين في حسن اللطائف ترتعه آي الكتاب خزائن مملوءة بالمكرمات وكل دار بلقه مرحبا بكم مجددا أيها المشاهدون الكرام لنستكمل الحوار مع سماحة الشيخ العلامة الخبير في التراث الإسلامي محمد الحسون مرحبا بكم مجددا سماحة الشيخ سماحة الشيخ تكلمتم عن أن النظرية المهدوية وإن لم يكن بهذا المصطلح ومصطلح أكثر شمولا وهو نظرية المخلص العالمي موجودة عند كل البشرية سواء من يؤمن بالرسالة السماوية وبخبر السماء أو لم يؤمن بخبر السماء إلا أنه في التراث الإسلامي مصطلحهم هذا النظرية المهدوية أو الإمام المهدي أو الدولة المهدوية بهذا المعنى فكل المسلمين أيضا متفقين حتى في المصطلح ولكن المصادق هم يختلفون في المصطلح وتعينه من ضمن ما يبحث في النظرية المهدوية وفي الدولة المهدوية في خصوص التراث الإسلامي بجميع مذاهبه ما يطلق عليه بعلامات الظهور هذه علامات الظهور هل أيضا توجد في كل التراث الإسلامي أو منحصرة بمذهب دون آخر أو مدرسة البيت دون غيرهم تفضلوا مولاي هذه النظرية المهدوية أو فلنقل العقيدة المهدوية تؤمن بها كافة المذاهب الإسلامية نعم يعني أنت لا تجد الآن مذهبا إسلاميا سواء كان من مدرسة أهل البيت أو من مدرسة الخلافة لا تجد مذهبا لا يؤمن بالعقيدة المهدوية أو بالنظرية المهدوية نعم أبدا مطلقا كل المذاهب الإسلامية كل المسلمين يعتقدون بالنظرية المهدوية وبالعقيدة المهدوية نعم لماذا؟ لأنه هناك مجموعة كبيرة من الأحادي صدرت من الحبيب المصطفى وكذلك من أئمة أهل البيت عليهم السلام وضحت بشكل يعني شرحت أو بيّنت بشكل واضح النظرية المهدوية وكلها تصرح بأن الذي يملأ الأرض قسطن وعدلها هو الإمام المهدي وأنه من قريش وأنه من نعم بني هاشم وأنه من ولد فاطمة جميل هذا ليس حديث أو حديث أو حديثان أو ثلاثة أو عشر عشرات بل مئات لحديث بل أكثر من ذلك أن أعلام المذاهب الإسلامية ألف العشرات بل المئات من الكتب التي تتحدث عن الإمام المهدي فقطعية المسألة قطعية وعن العقيدة المهدي فألآن يأتي شخص ويدعي بأن هذه القضية هي من مختصات مدرسة أهل البيت عليهم السلام هذا واقعا دعوة غير صحيحة يعني أقل ما نريد أن نعبر عن هذا الشخص أنه جهد يعني هذا لو شوية راح طالع طالع الصحاح هذا الآن الصحاح اللي موجوده يعني طالع الكتب أنا لا أقول أنه طالع الكتب الشيعية أو مثلا المجاميع الحديثية الشيعية لا خيره حيراجع الآن نعم الصحاح الستة خيراجع الكتب الحديثية المعتبرة في مدرسة المذاهب أو في مدرسة الخلاف ويرى إذا كان موجود بعد يحكم أحاديث من الحبيب المصطفى بشكل صريح تتحدث عن المهدي وعن حركة المهدي وعن شخصية المهدي وعنه من قريش وعنه من بني هاشم وعنه من فلد فاطمة وعن اسمه اسمي وعنه وكذا وكذا وتتحدث هذه الأحاديث وتشرح بشكل مفصل عن علامات الظهور والتي منها هي مسألة المسيح طبعاً نحن حينما نتكلم ونوجه كلامنا هذا إلى العقلاء إلى الباحثين الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسناً أما يأتيك أناس جهال يخرج بعض الأشخاص على الفضائية أنا أشوف فضائية أو في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي شخص يدعي بأنه باحث وبأنه عالم يأتي يقول بأن هذه المسألة هي من مختصات الشيعة أو هي من مختصات الرافضة وذولا يؤمنون أدهم إمام اسم المهدي وهذا المهدي سوف يخرج في آخر الزمان أو بداية يقول هؤلاء يقولون بأنه ولد وغاب وهو لا يعلم بأن الكثير من أعلام المذاهب الإسلامية أيضاً اعترفوا وقالوا بولادة الإمام المهدي وأنه غاب صحيح هناك من أعلام مدرسة الخلافة يقولون بأنه لم يولد يعترفون بأنه ماذا؟ بأنه من ولد فاطم بأنه من قرية لكن يولد في زبان من بني هاشم ومن ولد فاطم لكن يقول أنه لحد الآن لم يولد هذا الشخص أنا أشاهد واقعاً أستغرب وأقف موقف المتعجيب يقول ذولا شيعة أهل البيت أدهم إمام اسمه المهدي وهذا المهدي ولد في السرداب وغاب في السرداب غاب عن غاب من السرداب قبل كذا ألف وكذا نعم سنة من قال لك بأننا نعتقد بأن الإمام المهدي غاب بالسرداب؟ ما قال؟ ما هو دليل يقول هذا الآن المهدي هو موجود بالسرداب يعيش بالسرداب ويعتقدون بأنه سوف يظهر من هذا السرداب في سامراء هو غاب بالسرداب وموجود بالسرداب الآن يعيش نعم وهو سوف يظهر من هذا السرداب يقول لذلك تشوف الشيعة يذهبون إلى سامراء ويذهبون إلى هذا السرداب ويقفون وينادون ويصرخون بأعلى أصواتهم نعم يا مهدي أخرج يعني يطلبون منه الخروج من السرداب من السرداب هذا كلام يعني لا أتصوره يصدر من إنسان عالم من إنسان يدعي البحث من قال لك بأن الإمام المهدي غاب بالسرداب؟ يعني من قال لك بأننا نعتقد هذه العقيدة؟ ومن قال لك بأنه الآن موجود بالسرداب؟ ومن قال لك بأننا نعتقد بأنه سوف يخرج من السرداب؟ إجماع شيعة أهل البيت، بل إجماع المسلمين على أنه يخرج من مكة ويخرج من بيته، يخرج من المسجد الحرام، وقد يسنب ظهره إلى الكعبة، ويخرج وينادي ويتمعه الناس، ويبدأ بهذه النهضة المهدوية. الآن سامراء موجودة، وأي واحد يستطيع أن يذهب إلى سامراء، وأنا أقول لهذا الشخص الباحث، يدعي بأنه باحث، ويقول بأنه الشيعة يعتقدون بأن مهديهم بالسرداب غاب وقاعد وهو رهضاء، والشيعة يذهبون ويجتمعون وينادون في هذا السرداب، أخرج يا مهدي، أخرج يا مهدي، أقول له روح، هذا الآن سامراء موجودة، والباب مفتوح، وصورنا، روح صورنا، أكون هناك الآن شيعة يجتمعون بالسرداب، وينادون ويصرخون ويبكون، أخرج يا مهدي، نعم، الشيعة يذهبون إلى هذا المكان بالسرداب، إلى هذا المكان في سامراء، وهذا في الواقع هو بيت الإمام الهادي، وبيت الإمام العسكري زياد، والذي ولد فيه الحجة، هذا بيت، يذهبون، يصلون هناك، هذا بيت، هذا رمز، أصبح الآن، مكان مبارك، مو معنى أنه حالقضية، مكان مبارك، وأصبح الآن رمزاً، نعم، من رموث شيعة أهل البيت، لأنه هو بيت للأئمة، سلام الله عليكم، أما أنه المهدي قاعد بالسرداب، وغاب بالسرداب، ويظهر من السرداب، والشيعة واكفين هناك يجتمعون، ويصيحون يا مهدي أخرج، هذا، 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 هذا الكلام، هذا الونا، يعني مع الأسف أنت تجد أشخاص يدعون، كل واحد منهم يدعي بأنه باحث وأنه عالم، ويأتي ويطرح هذه الأكاذيب وهذه الترى، أنت الآن لو تراجع الكتب الحديثية المعتبرة في مدرسة الخلفاء، تجد بأنها تصرح بقضية المهدي، أنا أذكر بعض الأحاديث حسب ما يسعى وقت البرنامج، في مسند أحمد بن حنبل، نعم عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً، ثم قال يخرج رجل من عترتي أو ماذا؟ أو من أهل بيتي، في الجامعة الصحيحة الترمذي المجلد الأول 747 أيضاً عن أبي سعيد الخدري يقول، قال رسول الله لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطاً وعدل كما ملئت ظلماً وجوراً، طبعاً هذه الحاديث موجودة في كثير من المصادر، وإنما أنا أنقل مصدراً، يعني هذا الحديث موجود مثلاً، نعم مثلاً، موجود في الترمذي، موجود مثلاً، نعم عند الحاكم في كتابه عن المستدرك، وأيضاً في مسند أحمد المجلد الأول صفحة 376 عن أبي عبد الله عن النبي قال لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه، هذا موجود في مسند أحمد، موجود في الترمذي، موجود أيضاً عند الحاكم في كتابه عن المستدرك، في مسند ابن أبي شيبة، مجلد 15 صفحة 198 عن علي عن النبي، لو لم يبق من الدهر إلا يوم، لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً، كما ملئت جوار، وهذا موجود في مصادر نعم أخرى، في المعجم الكبير للطبراني، مجلد 10 صفحة 168 عن ابن عمر، قال رسول الله لا تذهب الأيام والليالي، ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم، حتى يبعث الله رجلاً من أمتي، يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض قصطاً وعدلاً، كذلك في سنن ابن ماجي عن سعيد بن المسيب، قال كنا عند أم سلامة، فتذاكرنا المهدي، فقال سمعت رسول الله يقول المهدي حق، وهو من ولدي فاطمة، طبعاً هنا أنا العشرات من… هذه كلها مصادر مو مدرسة أهل البيت، يعني مصادر أخرى، أحاديث مدرسة أهل البيت موجودة، وإنما أنا عتيت بمصادر مدرسة الخلافة حتى تكون ماذا؟ القضية أوضاء، نعم أكثر، أحسن، واللي ذيريت خلي راجع، خلي راجع هذه المصادر، شكراً مولانا العزيز، أيها الأخوات المشاهدون، نذهب إلى فاصل أخير، ونستكمل الحوار معكم، ومعنا، صلوا على سيدي محمد، حبيب الله، يا سادة صلوا عليه، صلوا على المصطفى الهادي، أبو الزهرة، سيدنا بدر التمام، ما اشراقت بالسماء، شمس الضوحة بدكرة، وما صف جناح الحمام، صلوا في طيبة إذا، هالقبات الخاضرة، ضلل عليها الغمام، صلوا عليه وعلى آلة وعلى العترة، بس كصلاة وسلام لو صلت، بحر الكرام بيد الجلال الله، حنت ما شاعرنا ليه، صلوا على سيدي محمد، رسول الله، يا سادة صلوا عليه، صلوا على سيدي محمد، حبيب الله، يا سادة صلوا عليه، أحمد نبي الهدى والداعي، بمر الله، هذا البشير النذير، روح حرم صلت عليها عباد الله، قلب السراج المنير، قتر الندى للصدى، وكل ما بدا يا الله، جناح المعاني يطير، كل بوصلات الهوى في ضميري والله، بحساسي صوبة تشير من وين، أنا أبتدي، أبدي على اسم الله، ويرميني شوقي بله، صلوا على سيدي محمد، رسول الله، يا سادة صلوا عليه، صلوا على سيدي محمد، حبيب الله، يا سادة صلوا عليه، مرحبا بكم مجددا أيها المشاهد الكرام، بعد هذا الفاصل القصير والأخير، نستكمل إياكم مع سماحة الشيخ العلامة محمد الحسون، هذا الحوار فيما يخص موضوع النظرية المهدوية، سماحة الشيخ كنتم قد أشرتم في كلامكم السابق عن علامات الظهور والمسيح الدجال، ويا حب ذا لو نفصل القول في هذه المسألة، يعني في هذا القسم الأخير من هذه الحلقة، يعني المسيح الدجال، هل هو موجود في تراث جميع المذاهب الإسلامية، أو في مذهب دون آخر؟ تفضلوا مولاي، مسألة المسيح الدجال، وأنها من علامات ظهور الإمام المهدي، أو البعض يقول بأنها من علامات آخر الزمان، هذه القضية يؤمن بها أتباع المذاهب الإسلامية عموما، يعني يؤمن بها كل المسلمين، يعني أنت لا تجد مذهبا من المذاهب الإسلامية، سواء كانت من مدرسة الإمامة، أو من مدرسة الخلافة، لا يؤمن بقضية المسيح الدجال، لا تجد، بل كل عاقل وكل منصف حينما ينظر إلى التراث لا بد أن يؤمن، لماذا؟ لأن التراث الإسلامي بشكل عام عموما، مليء بالأحاديث التي تتحدث عن قضية المسيح الدجال، أحاديث الحبيب المصطفى، وأحاديث أئمة أهل البيت، سلام الله عليهم أجمعين، بيّنت وشرحت كل ما يتعلق بالمسيح الدجال، المسيح الدجال من هو، ما اسمه، متى يخرج، ماذا يفعل، يحكم أي مدينة وأي بلاد، ثم كيف يقتل، وكيف يتم القضاء على هذا المسيح الدجال، تفصيل كامل تقريباً، حتى أكو حديث عن الحبيب المصطفى يقول، ما بعث نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال، فإذا القضية ليست مختصة بماذا؟ بالمسلمين، المسلمون يعتقدون من السنة والشيعة بالمسيح الدجال، ووارد، نعم، يعني في الأحاديث، المسيحيون يعتقدون لأنه هناك عبارات واضحة تصرح بالمسيح الدجال، أو يسموه المسيح الكاذب، وهو موجود في الكتاب المقدس، الآن حينما يأتي شخص مع الأسف الشديد، وماذا؟ ويناقش، وينكر، ويقول هذا هو من مختصات مدرسة أهل البيت، عليهم السلام، أو يقول من مختصات الرافض، الرافض هم الذين يؤكدون على هذه القضية، ويجعلونها من علامات ظهور المهدي، الآن أنت لو تراجع إلى عدد كبير من الأحاديث، من أحاديث الحبيب المصطفى، ومن أحاديث أئمة أهل البيت، العشرات في المئات، تحدثت بشكل كامل ومفصل عن المسيح الدجال، حتى أنا رأيت أن عدد الصحابة الرواس الذين رووا الأحاديث عن الحبيب المصطفى فقط، والمتعلقة بالمسيح الدجال تقريباً 45 راوي، من الصحابة، من الصحابة، وكل واحد من بعده سند، أحسنتم، أحسنتم، ثم جاء التابعون، ثم تابعي التابعين، تشوف من الصحابة مثل الذي يروي ما يتعلق بالمسيح الدجال بصورة عامة، ما يتعلق به من حركته، اسمه، من وصفه، من كل شيء، منهم مثلاً حذيفة بن اليمة، جابر بن عبد الله الأنصار، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وكذلك عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وأبو أمامة، وسعيد بن أبي عاص، سعيد بن أبي وقاص، وحتى من النساء عائشة، وأم سلمة، وأسماء بيت يزيد الأنصارية، وأسماء بيت عميس، وفاطمة بنت قيس، وأم شريك، حتى أن الألباني صاحب التعليقات على، يعني صاحب السلسلة الصحيحة والضعيفة، ماذا يقول؟ يقول حتى النساء في خدورهن سمعن بحديث الدجال، يعني حديث الدجال من كثر ما منشتهر، وواصر إلى حد الشهرة، وإلى حد التواتر المعنوي، بحيث أنه النساء في خدورهن، ماذا؟ قد سمعن، بعد كل هذا، ويأتي شخص ماذا؟ ويقول بأنه خرافة، بل هو من خرافاته، أنت الآن لو تجي، اتراجع الصحاحة الستة، أليس هم يقولون بأن نحن عندنا كتب حديثية صحيحة ستة؟ اشوف كل واحد من هذه الكتب، لم يروي حديثاً واحداً، بل أنه خصص باب أو أبواب تتحدث عن ماذا؟ مولانا العزيز، أكو نقطة بالنسبة لغيبة الإمام المهدي، وإنكارهم الإمام المهدي الذي يقول به الاثنى عشرية، بخصوص غيبته وأن الغياب طويل، هذا لا يعقل، وهم نفسهم يروون عن المسيح الدجار لأن عمره مئات أو آلاف السنين، وأنه وجدينه بجزيرة مقيد، وفي ذاك اليوم الذي وجدوه، هو كان ما عرف شقد كان عمره، وإلى اليوم، وسيبقى إلى أنطهور الإمام المهدي، في عندهم مسألة غيبة، المسيح الدجال يعني غائب بهذا المقدار، فكيف ينكرون غيبة الإمام المهدي، لا يستمعن؟ يعني عموم أعلام المباهب الإسلامية، طبعا يؤمنون، لأنه لا يمكن إنكارها، لا يمكن إنكار قضية المسيح الدجال لأنها واردة في أصح الكتب، أنا الآن أقول لك مثلا، الآن في صحيح البخاري، المجلد التاسع صفحة 74، باب ذكر الدجال، هذا الآن صحيح البخاري، المجلد التاسع، باب خاص بعنوان ماذا؟ بعنوان باب ذكر الدجال، وفيه عدة ماذا؟ وفيه عدة حاديث، تعال إلى صحيح مسلم، المجلد الرابع صفحة 1780، فيه ستة أبواب، وباب واحد، وكل باب فيه شنو؟ فيه مجموعة من الأحاديث، صحيح، صحيح مسلم، مجلد الرابع صفحة 1780، من باب عشرين إلى باب خمسة وعشرين، ستة أبواب في ذكر الدجال، وصفته، وما يفعل، وكيف، يعني هذه الأبواب الستة، يذكر فيها مسلم، كل ما يتعلق بماذا؟ في موضوع الدجال، تعال إلى سنن أبي داود، المجلد الرابع صفحة 99، باب خروج الدجال، تعال إلى سنن ابن ماجة، نعم، صفحة 617، باب فتنة الدجال، وخروج عيسى بن مري، تعال إلى سنن الترمذي، الترمذي هنا خصص عشرة أبواب، عشرة أبواب خصصها بماذا؟ في ذكر الدجال، في ذكر الدجال، الصفحة 611، هذا الترمذي المطبوع فيه مجلد واحد بالحجم الكبير، باب 54 إلى باب 63، عشرة أبواب ماذا؟ تتحدث عن الدجال، هي ذكر الدجال، وصفته وأعماله، أنا من خلال بحثي فقط، أنه سنن النسائي، يعني ما وجدته يتحدث عن ماذا؟ عن الدجال، ولكن خمسة من الصحاح الستة المعتبرة في مدرسة الخلافة، مو ذكرت حديثة وحديثين، بل ذكرت باب، بل أبواب، بل عشرة أبواب ذكرها ماذا؟ الترمذي، ومسلم ذكر ستة أبواب كلها تتحدث ماذا؟ هذا إضافة إلى المصنف، مصنف عبد الرزاق، المعجم الكبير للطبراني، وكذلك، نعم، الحاكم النسابوني، ومصنف أحمد بن حنبل، وغيرها، وغيرها من الأحادي، ثم هناك كتب مستقلة، قام بتأليفها أعلام مدرسة الخلافة، مستقلة، خاصة عن التجال، مستقلة، كتاب مستقل، تتحدث عن المسيح التجال، يعني أنا خلال مطالعتي القليلة، يعني سجدت له سبعة أو ثمان مصادر، مختصة بالحديث عن التجال، واللهيحة، من أكثر من هذه المصادر؟ نعم، منهم مثلا الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، المعروف، اللي هو صاحب كتاب سيرة أعلام النبلاء، وكتب كثيرة، ألف كتاب أو رسالة الروع والآجال في نبأ المسيح التجال، الثاني وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبغ الأندلسي السهيلي، متوفى خمسمية واحد وثمانية، يعني هذا أقدم نعم من الذهبي، صاحب كتاب الروض الآني، ألف كتاباً اسمه، اسمه السر في، السر في عور التجال، يعني يقال المسيح التجال، ويقال الأعور التجال، لأنه أعور، لأن القسم الأيمن من وجهه ممسوح، ذلك يسمى أيضاً ماذا سمي بالمسيح، نعم، تعال إلى مثلاً الحافظ أبو الفدا عماد الدين، إسماعيل ابن كثير الدمشق المعروف، المتوفى سنة 774، وهو صاحب التاريخ المعروف، البداية والنهاية، وصاحب التفسير له كتاب اسمه، المسيح الدجال، جميل، وكذلك جلال الدير الصيوطي، العالم المعروف، المتوفى سنة 91، عنده كتاب اسمه نزول عيسى بن مريم آخر الزمان، ويتحدث عن الدجال بشكل مفصل، ويقول بأن عيسى هو الذي يقتل الدجال، تعال إلى الألباني، صاحب، نعم، السلسلة الصحية، وهو من المحدثين، وهو من المحدثين المعترب بهم، شي يقول، عنده كتاب محمد ناصر الديني الألباني، المحدث الكبير، عنده كتاب اسمه قصة المسيح الدجال، العلامة السفائريني زين، وهو عنده كتاب اسمه المسيح الدجال وأسرار الساعة، محمد بن أحمد السفائرين، وكذلك محمد بن عبد الرزاق الرعود، عنده جامع الأخبار والأقوال في المسيح الدجال، هذا عنده ماذا كله؟ هذا عنده المسلمين، تعال إلى المسيحيين يؤمنون أيضا بالدجال، ونظريتهم تقريبا في ظهور الدجال أو في ظهور المصلح تقريبا، وظهور عيسى بن مريم هي قريبة لنظرية المسلمين، ماذا يقولون؟ يقول إن المسيح الكذاب، الدجال أو الكذاب سيظهر قبيل نهاية الأرض، وكذلك هم يبررون ذلك بأن حكمة الله تسمح للشر أن يتكامل أولا، حتى يجيء المسيح الصالح ويظهر محبته وعدالته، نحن أيضا نقول ماذا؟ يملأ الأرض قسطا وعدله، بعدما ملأ الظلما، هذا يقولون لأنه، نفس الشيء، بأن حكمة الله سبحانه وتعالى أشر ماذا؟ يتكامل، ثم يظهر ماذا؟ يظهر المسيح الصالح اللي هو النبيه، في كتب، يعني في الكتاب المقدس، في الأناجيل، في إنجيل متى، في إنجيل متى، الأصحاح 24 العدد 3 إلى 8، في إنجيل متى، الأصحاح 24 العدد 16، إنجيل مرقص، إنجيل لوقر، هذه كلها فيها إشارة، فيها تصريح إلى المسيح، إذن القضية ليست مختصة بماذا؟ بجيعة أهل البيت، وليست مختصة بالمسلمين، بل حتى أن المسيحيين يعتقدون بماذا؟ وبعد ذلك يأتي شخص ويقول يعني هذه خرافة، وهذه من مختصاته الرافض أو من مختصات، يقول له يا أخي التشوي أقرأ، محطالي، بارك الله فيكم شيخنا العزيز، لا شك أن المعذرة الوقت انتهى، وما تبقى من الحديث إن شاء الله بالأسبوع القادم، لأن هذه الحلقة إن شاء الله بالإمام المهدي، بارك الله فيكم شيخنا العزيز، أيها المشاهدون الكرام، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقيكم في الأسبوع القادم مثل هذا التوقيت، معكم فضل الشرف يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.